ولا الهرم الشانتوري يا محترم ولا بلهول ولا الهرم الشانتوري وشغلا لك يا شانتوري يا شانتوري الشانتوري هو الشانتوري هو احنا بنحبك يا عمي شانتوري 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 بحبه الليلة شانتوري ماداد 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 اللي تحت سيد البلد الشانتوري بني البلد اشتركوا في القناة البداية هتكون بسؤال الحلقة ما رأيك في أداء المنتخب الوطني الأول مع الكابتن حسام البدري حتى الآن شاركونا بقراءكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك الكورة مع الشانتوري ودلوقتي هنبدأ بداية جديدة ومختلفة حضروا نفسيكم للصواريخ الشانتورية في ليلة ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعا فقامة الرئيس منتخبنا الأولومبي كويس ويصعف لتوكيو 2020 وبيعيد عليك يا ريس وبيقول لحضرتك وإحنا كمان برنامج الكورة مع الشانتوري بنقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وربنا يحفظك لمصر ويديك الصحة والعافية وكلنا وراك يا ريس كمان عايزة هن عائلات الشانتوري جميعا أختي الأستاذة ولاق فوز الشانتوري والمهندسة نها فوز الشانتوري والأستاذة نادا غنيم بحلول عيد ميلادهم أيضا غدا بمشية الله كل سنة وهم طيبين ودايما مفرحينا ومتشرفين بيهم دايما طبعا النهاردة لا صوت يعلو على صوت شوق غريب ورجاله منتخبنا الأولمبي يحطم الأرقام منتخب مصر الأول أفريقيا تأهلوا للأولمبيات للمرة الاثناشر في تاريخه كأعلى منتخب أفريقي يصعب للأولمبيات اتناشر مرة كمان للمرة الأولى تاريخيا منتخب مصر تحت 23 عام يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر رجالة وهم دول فعلا رجالة واستحقوا الرحية التحية والاحترام عزيمة إصرار رجولة ما ننساش المئة ألف متفرج اللي كانوا موجودين في الاستاد ما ننساش الجهاز الفني لازم نشكرهم جميعا النهاردة كسبنا 3-0 صحيح الأداء مش هو ده اللي احنا كنا عاوزينه مع النتيجة لكن النتيجة كبيرة رمضان صبح نجح ان هو يحرز هدف من ضرب الجزاء وعبد الرحمن مجدي أحرز هدفين عمار حمدي هو رجل المباراة لكن من وجهة نظري حتى الآن رجل البطولة وصاحب المستوى السابت حتى الآن في البطولة في الأربع متشات هو أحمد أبو الفتوح اكتشاف جديد أو هو قعد اكتشاف نفسه مع المنتخب الأولومبي لعب رائع طبعا مع رمضان ومصطفى محمد ويمكن طبعا كل الناس ملكزة عن النجوم الكبار دول لكن أنا خصيت بالذكر أحمد أبو الفتوح وكمان معاه أكرم توفيق للي بيلعب واحده في نصف الملعب لكن الاثنين اللعيبة دول أثبتوا أن هم لعيبة كبار والمنتخب عنده الكثير والكثير من هؤلاء اللعبين يتصعد يلعب في المنتخب الأول وإن شاء الله يشرفونا في توكيو وطبعا حيكون معنا دفل حرقة في الفقرة الثانية حنسأله على كل حاجة وحنسأله على مين اللعيبة اللي انت شايفها تصلح للمنتخب الأول وكمان مين اللعيبة الثلاثة الكبار اللي ممكن يروحوا توكيو مليون مبروك للجهاز الفني والكابتن شوق غريب ورجاله مليون مبروك للشعب المصري مليون مبروك للرئيس عبد الفتاح السيسي وبنقول له وشك حلو يا ريس وتهنئة حنطلع نشوف تهنئة من فريق عمل برنامج الكورة مع الشانطوري اعداد المتقلقة امير عبد الرحمن مبروك لمصر ونرجع مرة ثانية انتظرونا بلدنا في القلوب ومهما تضيق عليها الحالة ولدنا قد تهور الجالة مناعرفش الهزار قصد كل الظروف متحدة ونسبت تاني بعد الشدة وده بسر الدعاء والسكدة وديت المتصار جلدنا وحبنا باقلها وضوح عينا بنشرها عشان هالميلة نعدلها حلفنا في ربنا علىها زيني نعمل لها خطر ونبعد عنا ونسافر ونرجع عليها في الآخر وبردو الحب بذكر مليون 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 مبروك للجهاز الفني تاني مرة وتالي وعاشر مرة واللعبين والكل المصريين سواء داخل مصر او خارجها وكل العالم العربي ان شاء الله كمان يبقى فيه منتخبات اخرى عربية تتأهل للأولمبياد وان شاء الله ننتظر من شوقي غريب ورجاله ميديليا أولمبيا بمشيئة الرحمن في توكيو السيف القادم معانا بقى خبر يعني بناء على رغبة الكثير من جمهور اسكندرية طبعا انا اسكندراني فكتير من جمهور اسكندرية خبر غريب الشكل عندنا في اسكندرية كان مدير عام استاد اسكندرية والدكتور شريف سعد الدكتور شريف سعد ده رجل يتمتع بالسمعة الطيبة والأدب العالي والأخلاق العالية جدا رجل محترم بكل لغات الاحترام طبعا شفنا مجهوده الكبير في استاد اسكندرية وتطويره وفي كاسر أمم الأفريقية المهانس شريف سعد للأسف تم إلغاء انتدابه بالأمس في قرار مش عارفين مين المسؤول او ايه اللي حصل لكن كل اللي احنا نعرفه ان من شهر تقريبا بالزبط ومعانا صورة الجواب اللي كان فيه تجديد للمهاندس شريف سعد من تاريخ تسعتاشر عشرة ياريت نعمل زوم يا جماعة على الجواب عشان الناس تشوفوا بتاريخ تسعتاشر عشرة تم تجديد انتداب الدكتور شريف سعد لعام آخر كمدير عام للستاد اسكندرية وبعد أقل من شهرين يتم إلغاء انتدابه للأسف احنا مقدرناش نوصل للمسؤولين او نعرف ايه السبب ولكن على الهواء وبناء على رغبة جماعة اسكندرية احنا بنوجه رسالة للمسؤولين جميعا نريد بيان او توضيح لماذا تم إلغاء انتداب الدكتور شريف سعد وطبعا ده كله بناء على طلب الجمهور الاسكندراني الغفية موضوع ممل قوي وسيء للغاية الفطرة اللي فيها تتظهر في السوشيال ميديا هو موضوع المستشار مرتضى منصور والفيديو او السور اللي تم تدولها تقريبا عن موضوع البسكليتة موضوع سيء للغاية للأسف يا جماعة الزوء انحط في مصر للأسف يا جماعة بعد ما كنا بنسمع عبد الحليم ومكلسوم وعبد الوهاب بينا بنسمع اشتة وفلفل وشطة للأسف احنا بنسوق مجتمعنا عمر ومكان كده اللي عمل الفيديو ده او اللي سول الفيديو ده وهو طبعا بنسبة 9% هيطلع مفابرك وما فيش الكلام ده مرتضى منصور ده راجل مستشار ومش انا اللي حدفع عن مرتضى منصور هو يعرف يدفع عن نفسه كويس قوي مرتضى منصور ده ما بيمثلش مرتضى منصور ده بيمثل نادي الزمالك بيمثل جمهور نادي الزمالك جمهور كبير قوي تقريبا نص مصر تقريبا اي مصري محترم يرفض هذا الفيديو وزي ما بقول لحضراتكم احنا للأسف ابتدنا ننزل مش ده مستوانا ونرجو ان احنا نعي نعلى بتموحنا وبعينة لان احنا كده منظرنا قدام العالم بأسيق للغاية مرتضى منصور ما بيمثلش نفسه ده بيمثل جزء كبير جدا من الشعب المصري وطبعا خرج بقى البعض واللي عمل فيديوهات واللي خرجوا من الجحور يتكلموا ويقولوا والبسكليتة ومش البسكليتة ارجو ان هم يحترموا نفسهم ويعرفوا بيتكلموا على مين كويس ومش عايز اتكلم اكتر من كده في الموضوع البيغ ده اخر حاجة عايز اقولها قبل ما نطلع فاصل ونستقبل ضفنة المنتخب الاول مع حسام البدري للأسف اداء سيق للغاية لا روح لا رجولة لا حماس لا تكتك ما فيش اي حاجة خالص اتحاد الكرة كان راست 60 الف جنيه مكافئة فوز على جزر القمر في جزر القمر جزر القمر ده في 149 في الترتيب وده ما يصحش طبعا هنستفيد اكتر في التحليل مع ضفنة النهاردة ونجمنا نجم نادي الزمالك والمقاولون السابق الكابتن محمد جمال هنطلع دلوقتي نشوف تقرير عن لعبة الراكت الشاطئية بالاسكندرية ونرجع مرة تانية انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يسعدنا النهاردة من داخل عروس البحر الابيض المتوسط المدينة الاسكندرية الجميلة ان احنا نلقي الضوء على لعبة شاطئية عالمية تمارس على الاراضي السكندرية من خلال النادي الوحيد في مصر النادي الاجيال الرياضي يسعدنا ان احنا نلتقل نهاردة مع رئيس النادي الأستاذ اهاب محمد سعد الشهير من الأستاذ اهاب الملحب نرحب بحضرتك وشرفتنا ونوردنا شكرا جزيلا أستاذ اهاب حضرتك يمكن نواخد مخاطرة حضرتك الوحيد في مصر تقريبا اللي عامل نادي ومتمارس لعبة الراكت كلمنا عن هزير اللعبة اللي احنا لعبة الراكت هي لعبة قديمة طبعا من زمان العامل انجليز من لعبة من زمان جدا طبعا لعبة قديمة كتير جدا في منهم موجودين على فكرة رغية دلوتي بيلعبوا معنا وكان نفسنا اللعبة دي بقى لها اتحاد فبقالنا مدة من حاول بقالنا يمكن اكتر من سنتين قابليها الحمد لله من ست سنين كنا عملنا رابط على النت سماء رابطة لعبة الراكت فيها حوالي اكتر من 4500 لعب يعني كل المصريين موجودين في كل حتة في العالم يعني عندنا في اسكندرية طبعا بورسعيد وفي مصر عمتا وبرا مصر برضو عندنا في الإمارات في السعودية وفي أمريكا وفي ملترا وفي إيطاليا كل حتة في العالم احنا لمين كل لعبة الراكت على مستوى مصر كلها كل المصريين موجودين في كل حتة في العالم فرابط عن النت سماء رابطة لعبة الراكت فيها جميع الأعمار طبعا شباب وسيدات ورجال والحمد لله احنا بقنا سنتين بنحاول نحن نعمل اتحاد فقال لك الأول لازم نعمل كائن الأول فعملنا كائن الحمد لله عملنا نادي اسمه نادي أجيال هو النادي طبعا بجميع الألعاب ولكن نحن بنحاول يومين دول نركز فيها بتراكت علشان نفسينا نتعملها اتحاد وكان فيه بطولتين عالم نتلعب قريب واحدة في اليونان واحدة في البرازيل وكان نفسينا ان هي اللي حنلعب في البطولة دي لكن ما لعبناش بسبب ان احنا ما عندناش كائن الحمد لله احنا السنة دي عملنا كائن في شهر يناير 2019 النادي موجود نقدر عن طريق ان احنا نراسل اليونان او البرازيل حسب البطولة نشوفها هتلعب فين وعن طريق دعوة منهم ان احنا ممكن نلعب في البطولة ولكن المشكلة احنا ما عندناش اتحاد علشان كده نفسينا بنناشد المسؤولين اللي احنا نعمل اتحاد فنفسينا بفيه مكان يبقى مخصوص لنا عشان الشباب يطلع التقافياء وبردو السيدات والاطفال والرجال اللي لعوه في المكان داين معانا مادام ايمان لعيبة بنادي اجيال راكت اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك بدأت راكت من ايه بدأ بدأت راكت منو انا صغيرة جدا من زمان جدا النادي اجيال بينظم مهرجانات كتير ومسابقات كتير احنا مجموعة كبيرة جدا في اللعبة في مجموعة في البريباج هنا في استالي وفي البحري في بابوير وفي بورسعيد كمان وفي في الممتازة في المهرجانات بتجمع كلنا في مكان واحد وبصراحة اللعبة دي ممتعة جدا جدا اللي لعبها وبيستمتع جدا وهو بيلعبها بتدي باور وحيوية وهي ممتعة جدا يعني بس انا انا بتمنى ان وزارة الشباب ورياضة تدعم اللعبة دية مع انا ايضا عليها بفتاح احد العيب نادي اجيال للراكت اهلا بيجي جدا اهلا وسهلا كتير بتحب تقولي ايه للجمهور عن لابة راكت شجع الناس كلها تجي تلعب راكت مع انا اللعبة كل الاعمار السنية بتلعبها اطفال ونساء والناس اعمارها كبيرة ستين سنة كله بيلعب راكت وحاجة سهلة رياضة والناس تجي شرافونا تلعب معنا راكت تبقى كل الناس عالفة اللعبة انا الكابتن محمود عضو مجلس ادارة نادي اجيال والمسؤول الرياضي بالنادي اهلا بك كامل اهلا بيجي جدا اهلا بيجي جدا امنياتك بقى كابتن لعبة الراكت اعملنا قانون للاعبة الراكت اعملنا له قانون كامل متكامل ونعرضه على الشباب والرياضة علشان يعتبرنا اللعبة دي لعبة اساسية معترف بيها زي اللعبات التانية زي الخدم والباسكت والحاجات اللعبات فاحنا كل اللي طلبينه ان الناس تبصرنا المسؤولين ويعتمدوا ان اللعبة دهيت وعشان يبقى لنا فرصة برضو ان احنا نبقى اكتر واكتر اهلا بحضراتكم مرة تانية وطبعا بنشكر المتقلق احمد فوز الشانتوري رئيس التحرير واللي هو كان مرسلنا في هذه الفقرة ومن هنا من خلال برنامج الكورم عالشانتوري احنا بنتبنى مطالب نادي اجيال عن طريق رئيسهم طبعا الاستاذ المحترم اهاب الملحي ونتمنى ان المسؤولين ان هم يخلوا اللعبة دي تكون لعبة رسمية ويخلوا لها مكان محدد حتى لو على الشواطئ الناس تقدر تمارسها لان دي لعبة جميلة وكثير او الكثير من السكندرانية والبرسعيدية واللي عندهم شواطئ في مصر بمارسوا اللعبة دي فمطالبهم مشروعة ونتمنى ان هي تتحقق معنا بقى دلوقتي نجم نادي الزمالك السابق ولاعب نادي المتقولين برضو السابق ومنتخب مصر نجم الكابتين محمد جمال مساء الشانتوري يا كابتين محمد اهلا بحضرتك كابتين محمد اهلا بليك مشرفنا ومنورنا وسعداء بوجودك معنا وطبعا المفاجأ اللي انا عايز اقول لنا النهاردة للجمهور ان حضرتك تبقى الوكيل الرسمي للكابتين شاوي غريب ده شرف ليه طبعا وقبل ما اتكلم في اي حاجة مليون مبروك لجمهور المصر بالكامل الوصول لأولمبياد توكيو 2020 بالمنتخب اللي انا شايفه ان شاء الله هيقبأ مستقبل كبير ونواة للمنتخب الاول ببارك لكابتين شاوي غريب بصفة خاصة لان كابتين شاوي غريب اتشرف اللي انا كنت لعب معاه في الاول في منتخب الناشئين مع دكتور محمد علي وكابتين شاوي غريب ولعبنا كاس عالم هنا في مصر واخدنا بطولة افريكة في بيسيونا 97 اتشرف اللي انا بعد ما بطلت الكرة واشتغلت كواكيل لعبين ومدربين اللي كابتين شاوي غريب اتشرف اللي انا الحمد لله اللي انا وكيله رسمي وما اعتبرش نفسي وكيله أنا زي أحمد ابنه كده ومحمد شوقي أنا ابنه الثالث يعني هو بيقولي كده دايما محمد انت ابن الثالث مش وكيلي وتشرف ان الحمد لله اللي أنا كنت سبب رئيسي اللي هو تعاقد مع الانتاج الحربي بعد منتخب مصر ما كان ماسك منتخب مصر والحمد لله عملنا سنة كويسة جبت له لعبة مميزة جدا وابتدأ المشوار والحمد لله يعني كان فيه عروض قبل ما يمسك المنتخب الأولمبيا على طول من فرق كبيرة في الدور الممتاز بس هو يعني استخرب بنا وقال لي لا محمد ان شاء الله همسك المنتخب وانا ليه هدف كبير اللي أنا أوصل لأولمبياد توكيو وبباركله النهاردة وتحقق الهدف وتحقق الهدف وان شاء الله يحصل على البطولة بإذن الله البداية دايماً بتكون بسؤال الحلقة وبناخد بعض الكومنتات للأستاذ المشاهدين اللي هم بيتابعونا على صفحة في البيتش بتاعنا لكونا مع الشانتوري سؤال الحلقة بيقول ما رأيك في أداء المنتخب الوطني الأول مع الكابتن حسام البدري حتى الآن قبل ما نيرى الكومنتات معانا مدخلة من نجم نادي الزمالك والأهل ومنتخب مصر العالمي نجم السوشيال ميديا ونجم كل حاجة في مصر اليوتيوب وزي ما انت عايز تقول قول ساي الشلطان يا كابتن ريدا كابتن ريدا عبدال ساي الشلطان يا حبيبي فكت الكرة المصرية معانا كابتن محمد جمالبي بس على حضرتك اه حبيبي ازاك حماس ازاك كابتن وحشنا كابتن ريدا والله اخبارك هيو اخبار اللعبة معاك هي السباب ما شاء الله الحمد لله ماشي كويس والحمد لله مسكت أنا بقالي سنة وشوية كده كابتن عدوا في اللجنة الفنية في الناشئين في نادي الزمالك يعني حضرتك لسا وتعرفش يعني لا والله ربنا خليكم ببارك لك على البلدية او ببارك للبلدية بحضرتك وان شاء الله بإذن الله بإذن الله انا كان شرف ليه اللي انا لعبت في بلدية المحلة ولعبت ثلاث سنين دوره ممتاز متواصلين والطبيعة ان شاء الله كابتن ريدا اللي هما يرجعوا التاني للدور الممتاز بإذن الله ان شاء الله تحت ايديك يا كابتن الله يخليك كابتن كابتن ريدا مش عايزة اقول لك بقى ما رأيك فأداء المنتخب لان انا عارف رأيك انا عايزة اقول لك الحل ايه هاتم الاخر ما هاتم الاخر ما احنا قلنا شامتوري من البداية قلنا الاختيارات من الاساس كتغلق واحنا قلنا ان القماشة بتاعت المنجربين عندنا بعد الكابتن حسن شحاتة ما فيش حد يقدر يقود منتخب مصر فالافضل ان احنا يعني طبعا ما فيش اجانب والكلام دوت ان احنا كنا رجعنا تاني للكابتن حسن الكابتن جوهري جي ومشي خمس مرات يعني الكابتن حسن لما هيجي المرة التانية يعمل لنا تيمو وبعد كده يسيب لنا الفرقة وقف على ارض صلبة يعني لكن اي حد مع كل الاحترام مش هيقدر يقود ولا هيعمل لك تيمو زي ما الكابتن حسن عنده الرؤية لكن الكابتن ريدا بعد ايزنا حضرتك الكابتن حسن بعيد عن الملاعب الفترة كبيرة طب ايه يعني ولا هيصدي يعني ولا ايه يعني بتفرق حضرتك عارف برضو ما بقى اللعب او المدرب موجود على طول بص شنطوري شنطوري احنا بنقول حاجات ونصدقها ونعيش الناس ان هو بص هو التدريب بيتنسي ما بيتنسيه لا طبعا الراجل قاعد كان بيحلل لغاية الاسبوع اللي فات واخد بالك التحليل زي التدريب وانا لما بقعد احلل كإني بدرب بالظبط لان بقولي الفرقة بتلعب ازاي وتتحرك ازاي ولعبية تعمل ازاي صح ولا غلط بس انما الكلام ده لو هو قاعد خالص وعمل مثلا شركة اعلان شركة مأولاد بتاع نقول اه بعد انما الراجل لسه سايب التحليل من اسبوعين ثلاثة يعني برضو لسه في الملعب واخد بالك بس احنا بص اه في ناس ما لهاش مزاج المتابل الحسنين فعشان كده يقولك لا اطل بعد اطل كبر طب الراجل بتاع اوروبوي قاعد بعكزات احنا عايزين دماغ الجبت تباريز مزبوط اه عايزين دماغه وبعدين فيه هيبقى معا مساعدين هم اللي هيعمله وهم اللي هيعمله التاكتك وهيعمله التدريبات والكلام ده والراجل قاعد معزز مقارنة يعني هو المخ وهما العضلات بالزبط كده يعني وبعدين هقولك على حاجة فضل المخ دايما هو اللي بيكسب العضلات عمرا كسبة المخ مزبوط بس بس احنا بقى بنلفة حوالي نفسينا نفشل دايما الناجح والنجح الفاشل دي مشكلتنا في نصر طب لو 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 هو يعني ايه لو احنا مقدرناش نجيب الكابتن حسن على الوضع الحالي اللي احنا فيه هل ممكن فيه امل في الترميم مثلا يعني مثلا عندنا النهارات العاية في المنتخب الامبي متقلقة ممكن تقدر تفرق مع المنتخب المرحلة الجاية ولا انت شايف ان ما فيش امل معهودة الامل بس برضو مع تغيير المدرد انت مش مقتنع يعني المنتخب الامبي بص بص طبعا ما شاء الله وان بنبارك لهم النهاردة بنبارك للكابتن شوقي بنبارك لكل مصر ان احنا اهم حاجة وصلنا اولمبياد اه اه اتوكي واخد بالك تاني حاجة ان المنتخب ده يزيد عليه محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمد دعواد والباقي شكرا هتامل منتخب مع ظلس وهات مدرب يقدر لان احنا عندنا لعيبة في المنتخب الولمبي على اعلى مستوى واحسن من اللعيبة اللي هي موجودة فوق طيب رأيك اين نهاردة في المنتخب الولمبي بعد تأهل الاول مرة كمان ان هو بتأهل نايك امه افريقية تحت اياته عشرين سادي اول مرة في تاريخ مصر بنقول الف مليون مبروك طبعا وهو بيعود الامتكاسة بتاع المنتخب الاول لا كابتن ريدو انا مش عايز انا عايز رأيك الفني في الفرقة في الملح رأيك الفني وبيفرحونا تحت طبعا والف مليون مبروك انت راضي عن الاداء الفني للمنتخب لا اللعيبة بص اللعيبة سيبك من مطش الاولاني من مطش مالي الاولاني اللعيبة والجمهور ياخدوا وسام التميز الجماهير اللي بيتحضر مع اللعيبة سيبك بقى من اي خطط واي حاجة واي اداة والكلام ده الجمهور بيصاح اللعيبة بيعملوا كل حاجة في الملح انا عايز رأيك في الجهاز الفني يا كابتن الرضا اقول ايه بالجهاز الفني الف مبروك حتى هتقدر تتقطع يعني رأيك لا مش هتتقطع انا هزل تقول رأيك بصراحة انت راضي عن الاداء الفني في الملعب فيه تاكتك حاسيت فيه تاكتك لا لا بس الفرقة عندها روح عندها اهم اللعيبة بتلعب بإمكانيات الجماهير اللي هي بتشجحها يعني انت مثلا المطش التاني اللي هو كان بتاع جانا اهم جابوا الجون التاني وعملوا ادوك مساحة ان انت مع دفعة الجمهور وتشجيع الجمهور فخلاك ورجعت المباراة تاني وبعدين جبنا التعادل وجبنا ادف الفوز وكل ده بالجمهور انما هتقول لي تاكتك ايه الجون اللي جاي تاكتك كورا متشاطة وعد من ايد الجوه الجون اللي هو التعادل الجون التاني التالي كورنر مزبوط بس انما هتبقول لك على حاجة احنا شوط الاولان النهاردة مهريين الاستحواز كان هما احسن مننا والتحرك احسن مننا بس احنا ما جبنا جون احنا احسن فرقة في البطولة فرقة اقوى فرقة او احسن فرقة بس مش عايزين نامل بنقى كابتن شاوي هو هو يوسلنا ونقف بطولة افريقيا ان شاء الله وهو وصنا كده لل bearings ان شاء الله بك لما نروح هناك لو انتو عايزين تعملوا حاجة هاتوا مدرب جديد وبد ي Savoy وإذا كنت تفعله شيء، فإنه يكمل مع الفرقة دي ونذهب ونرجع بعد أول ثلاث ماتشاوك خلي بقى يا كابتن ريادة كابتن محمد جمالي بقى وكيل كابتن شاوي طيب ما أنا عارف وهو اللي مودي لإنتاج الحرب طيب مين برأيك الثلاث لعبة اللي ممكن ترشحهم للوجود في الأولمبيات مع المنتخب؟ من الفريق الأول آه اللي هو مفوق السن، محمد صلاح ومين هو مقيم ثاني؟ محمد صلاح ومحمد عواد ومحمد الشناو أنت هتاخد جنين في الأولمبيات؟ مش كفريق أول، لا أنت رايح توكيو بباليك ثلاثة لعبة فوق السن هتاخد محمد صلاح، هتاخد جنين؟ هاخد جنين لأنه أصلاً قدر شناوة صاب مش وارد ولا إيه؟ وارد بس محمد صبح مش وحش برضه ماشي، ما أبداً معنى مش أخد الثالث، لو خدت أخد الشناوة أخد صلاح، مفيش ثالث، فيه ثالث عندك أنت؟ يعني طريق حامد كويس برضه في نص الملعب؟ مع أكرم توفيق؟ عمو، طمننا، طمننا عليك في بلدية المحلة كابتن ريدا، واستقبال تاريخي في البلدية والناس سعداء، والدنيا طمننا على الحالة هناك إيه؟ ناس محترمة، ولعبها محترمة، ومجلس إدارة، ومشرف عام، جماهير، أمال في النادي، بصراحة احترام، ما بعد احترام، وإن شاء الله نقدر نسعد الناس دي كلها، ونرجع على البلدية السندية لنفسها بإذن الله شكلت جهازك يا كابتن؟ لا طبعاً مين الجهاز بتاعك؟ الكابتن محمود السقق، مدرب عام، كابتن عاشة الخميس، مدرب الكابتن محمد الواحد، مدرب، ومعنا الكابتن محمود شفيف، مدرب حراس مرح أول مباراة ليك بكرة إن شاء الله؟ إن شاء الله نعم، يا كابتن؟ مع ديلا إن شاء الله بالتوفيق يا حبيب إن شاء الله، وعايزك توجه رسالة للشعب المصري قبل ما تختم، وللرئيس السيسي النهاردة مناسبة عيد ميلاده؟ لا والله أه والله أقوله كل سنة وأنت طيب يا عسد أحسن كلمة قلتها حبيب يا كابتن، شرفتنا ونورتنا ومساء الشنطرة عليك وسهاماك حبيب ربنا أخذيك يا عبد شكراً يا كابتن، شكراً كابتن محمد، عايزك تعقب على كلام الأسطورة كابتن ريدا عبدالعين لا، كابتن ريدا دايماً له أراء مختلفة عن معظم النقاد والمداربين كلامه يحترم، قيمة كبيرة له أراءه الشخصية نتفق معها أو نختلف معها ده راجل من أساطير الكرة في مصر أنا كنت حبيت نادي الزمالك عشان يعني هو كان سبب من أسباب اللي كنت بشجع أول ما طلعت لقيت كابتن ريدا عبدالعال وكابتن حمد عبدالطيف وكابتن جمال عبد الحميد وكابتن اسمعين يوسف كابتن أشرف عسم الناس دي وكابتن أحمد رمزي الجيل ده اللي حبيبنا في نادي الزمالك وكل واحد كاس، كاس طبعاً كابتن أحمد كاس جي بعد كده مش عاوز أنسى حد يعني الناس دي علمتنا الكورة علمتنا الانتماء طبعاً كابتن ريدا عبدالعالي وأراءه وكل واحد حر بيها هو الراجل شايف يعني الحتة للتدريب في مصر شايف المدربين المصريين يعني ما عندهمش الخبرات العالية من رغم يعني كابتن حسام بدري مسك قبل كده للأهلي وحقق بطلاق كتيرة أنا شايف اللي هو تظلم وفي نفس الوقت برضو يعني لازم نتكلم برضو بشيخ يعني بشيخ إجابي شوية اللي هو لسه بيعمل فريق جديد آه في سلبيات محمد صلاح فريق جداً مع المنتخب لعيبة يعني لسه يعني لسه ما خدتش على بعض لسه بيعمل تيم جديد شكل جديد بياخد بياخد فترة كابتن حسام المصريين اللي فاتوا آه احنا ما يعني ما عجبناش فنياً بس أنا بقول لسه فيه فيه فترة كبيرة جداً فيه حوالي أربع شهور عبالي ما نرجع تاني نتجمع تصفيات كاس العالم هنستنى على كاس أفريقيا شوية شايف الفترة دي إن شاء الله يكون المحترفين بقوا أحسن شوية لإنش يعني أنا شايف أحمد حجازي والترزيجي المطشين اللي فاتوا وكانوا مش موافقين خالص لعيبة بيرامنز برضو هترجع تعمل فرقة فرقة كتير من المنتخب فرقة وبالذات عبدالله سعيد بصراحة يعني قيمة كبيرة جداً أنا مش عقب على كابتن رضا ده عالم كبير من أعلام مصر وهو له الحرية الشخصية اللي هو يتكلم فيها وهو راجل ناقد وعلى فكرة كلامه بنسبة 95% بيطلع صح ودي نسبة كبيرة جداً في التواقعات وربنا يكرم إن شاء الله إحنا عاوزين بس نتفائل إحنا المنتخب الأولمبي شرفنا النهاردة وزعم حضرك قلت أول مرة في تاريخ البطولة لمصر اللي إحنا نوصل النهائي إحنا قبل كده وصلنا بس كنا ثالث بالضبط كنا تغلبنا قبل النهائي وطلعنا ثالث وصلنا للأولمبيات إشرفونا وإن شاء الله تمنى كابتن شوء غريب من رغم الناس كتيرا كانت معارضة الأول في طريقة اللعبة 3-3 وراء وقالوا لا 3-3-1 بالضبط 3-3-3-1 ودي أنا شايفها قريبة جداً من الطريقة اللي كان بيلعب بيها كابتن حسن شاعته ومعاه كابتن شوء غريب في بطولات 2006 و2008 و2010 كان بيلعب بليبرو وطول ما أنت مأمن وراء كويس جداً بتقدر تخطف حاجة زي النهاردة كده احنا الشوط الأول الناس كتيرا قوي قالوا الفرقة مش كويسة بس احنا متطمينين فيش قوة خطيرة بتيجي علينا الحد ما بتستغل بقى ضرب الجزاء مهارت بقى زي واحد زي رمضان صحي زي عبد الرحمن مجد الناس دي كلها يعني بيلعب دايما الفرقة يعني أنا مؤمن بحاجة كويسة الفرقة اللي بتعرف تدفع كويس هتقدر تكسب في أي وقت وده اللي بيعمله كابتن شوء غريب ده النظام بتاعه من أيام ما كنا احنا في المنتخب معنا مع الدكتور محمد علاء الله رحمه رحنا لعبنا بطولة أفريقيا برضو ما قدناش بشكل كبير بس الحمد لله كسبنا بطولة أفريقيا تحت 17 سنة من فرق كبيرة جداً ما دخلش فينا جول واحد عشان الطريقة اللي احنا كنا بنلعب بيه بنلعب ثلاثة خمسة اثنين فطبعاً الفاتر كابتن عدل فيها حاجات بسيطة شرفونا وعملنا إنجاز كبير جداً كنت بتفرج في الماتش في نادي الزمالك على فكرة يعني أعضاء النادي كلهم واللعيبة والمدربين كانوا بسطين جداً وفخرين جداً وفعلاً بسطونا لأن المنتخب الأول للأسف مطشين الأخار دول يعني حزننا على الأداء والنتيجة كمان لأن الفرقتين كانوا طولين جداً كينيا وجزر الكمر أول مرة نسمع عنها طبيعاً لأحنا كنا على الأقل على الأقل لو ما خدناش ستة بنت كنا ناخد أربعة بنت بس بقول يعني لعله خير الجهاز الفني إن شاء الله إن شاء الله يحاول الفترة الجاية دي يتدرج الأخطاء ويعتمد بقى على الناس فعلاً الدولية محترامي للناس كتير جداً ممكن لعيب كبير يلعب في الزمالك والأهلي والأنداء كبيرة بس ما عرفش يلعب منتخب فتمنى إن شاء الله الفترة الجاية دي اللعيب اللي فيه سماتة الدولية هو اللي يلعب التدعيم إن شاء الله هيقب قويس من المنتخب الأولمبي لأن على الأقل فيه أربع خمس لعيبة لازم يكون متواجدين مع المنتخب الأول وعلى رأسهم رمضان صبحي ومصطفى محمد قبل ما تقولي على المنتخب الأول ونرجع على الخنافة المنتخب الأولمبي كابتن محمد جمال عبالما هما يجهزوا كومنتات تاعت المشاهدين من التلاثة العابة اللي أنت ترشحوا من هما يروحوا الأولمبيات مع المنتخب الأولمبي إن شاء الله بإذن الله يعني أنا شايف فيه اتنين رسمي لازم يروحوا وفيه اتنين هيختاروا منهم واحد نمرة واحد طبعاً محمد صلاح ربنا إن شاء الله يحميه ويحفظه نمرة اتنين أنا شايف أكرم توفيق مظلوم في حتة الوسط الملعب فلازم يواحد كويس زي طرق حمد وده يعني رأي الشخصي كلاعب سابق ولعب دولي وعارف الأولمبيات هتبقى عملاً محتاج واحد صد لإننا المستويات هتبقى أعلى بكتير وأنا عارف إن شاء الله كابتن شاء الله أغريب ممكن يلعب بتفندرين صراح البطولة اللي هناك مع أكرم لإن أكرم برضو عمل مجروق خرافي إن شاء الله التالت حاجة من الاتنين لإما أحمد حجازي وراء مع التلاتة اللي وراء لإن التلاتة اللي وراء برضو كويسين وكل حاجة بس ما عندهمش فيه حد خبرات دولية فأنا واحد زي أحمد حجازي أو محمود علاء يعني ممكن هما الاتنين يسندوا مع معين كافة أحمد حجازي لإنه لعب دولي سابق ومحترف فهيقبلول أولوية شوية لو مش هياخد سرد باك ياخد محمد الشناوة أو عواد واحد فيهم يعني الاتنين دول برضو وأنا لو فضل زي ما هو كده الشناوة ماشي كويس أو في منتخب مصر هاي أو عواد بصراحة الاتنين يعني اللعبة دولية وعواد برضو تظلم بقاله فترة كبيرة جدا إسحق اللي هو يرتدي منتخب مصر وفنائة منتخب مصر وهو إن شاء الله جدير بيها بإذن الله لإنه زي ما الشناوة خد أنا متأكد لو محمد عواد خد بشكل مستمر هيقب عندنا جولين أي واحد فيهم يلعب إن شاء الله يسدها نقفل بقى صفحة المنتخب اللومبي ونهود لصفحة المنتخب الأول هناخد بعض الكومنتات جهزت يا جماعة الكومنتات قبل بقى عبالما يجهزوا الكومنتات رأيك في استدعاء كهربا ووجودك رأس حربا صريح لمنتخب مصر هل أنت شايف إن ده المكان الأمسل لكهربا أو هو ده الوقت اللي يجيب فيه كهربا لا بصراحة أنا مستغرب زي ناس كتير جاعة جدا استغربت بالرغم اللي كهربا جاب جول في المطش الأولاني لا الفرود صريح من كهربا أنا طول عمري أعرفه من هو وهو في أملي وهو في صغير ما بلعبش فيرود خالص وممكن يلعب في جزء من الأجزاء في المطش يعني مثلا لو أنت كسبان وبتأمن فممكن تطلع فيرود صريح وتنازل حد في نص الملب وكهربا هو اللي ممكن يلعبها بالمدة تلت ساعة ربع ساعة بكبيره بس فيرود صريح مطشين وربعا ومش جاهز ومش جاهز كمان زي ما قلت لحضرتك لا الموضوع أنا شايفه الكابتن حسام يعني جازف مجازفة كبيرة جدا بكهربا قدام لازم كنا نلعب في فيرود صريح برضو شايف يعني الموضوع اللي هو سافر بدون علم الزمالك وروح ضغط عصب كبير جدا عليه الفترة اللي فاتت وبعدين ناس كثيرة قوي في الميديا كانوا بيهجموه وزمالكوية وبعدين أهلوية فمشدد قال لكم فعونه بس أنا أنا شايف اللي هو يعني إن شاء الله إضافة كويسة يرجع إن شاء الله للزمالك تاني ونتخب مصر بس يلعب في مكانه لأن الكهربا حتة الفرود التاني دي أو تحت الفرودة دي نمر واحد عنده ناخد بعض الكومنتات بسرعة كده الأستاذ عبدالفار طبعا سؤال للحلقة اللي هو بيقول ما رأيك في أداء المنتخب مع البدري حتى الآن طبعا بعد الجمهور الأستاذ عبدالفار بيقول سيء جدا الأستاذ مصطفى الشهاوي الأستاذ كريم شحاته بيقوله غير جيد الأستاذ أحمد جابر بيقول البدري مش نافع الأستاذ أحمد محمود بيقول عنب الأستاذ محمود أحمد بيقول يا مساء الشنطرة يا كابتن أداء سيء جدا المنتخب ناقص لعيبة كتير أستاذ مصطفى الصغير بيقول البقاء لله الأستاذ لوير محمد حسني بيقول بطلنا نتفرج وشكرا واضح أن كمية التفاقل عالية قوي في الناس اللي معلقة الأستاذ محمود عطية بيقول لو أنت قاعد في مدرجات النادي الأهلي هتقول لسه المشوار طويل وحنسعد بجدارة والكابتن حسام البدري هو مورينه الكرة المصرية أما لو قاعد في مدرجات النادي الزمالك فيحيينا ويحييك ربنا آخر تعليق معنا بتاع الأستاذ محمد جابر محمد بيقول صفر على الشمال اختيار غير موفق للمدرج بصراحة عايز أطرح سؤال هو عدم وجود صلاح مع الفريق يجعله يقع بهذا الشكل أم أن اللعيبة رفضة وجود مدرج ضعيف مثل حسام البدري فقاموا هما أيضا بأداء سيء في الملعب واضح من التعليقات أن الكل مش راضي هو ممكن يكون كابتن حسام بس مش موفق على فكرة في اختياراته هي دي المشكلة الوحيد لأن أنا ما باجي أدخل على مرحلة جديدة عندي منفعش أغير العدد الكبير أوي كده من اللعيبة اللي كانت بتلعب يعني أنا عندي لغز كبير جدا أحمد المحمدي كان الفترة اللي قبل ما تولي كابتن حسام البدري وده أساسي؟ كان أساسي وكان هداف على فكرة وكابتن المنتق وكان لا بيقدر بشكل ممايز جدا وبعدين أنا متابعه دلوقتي في مطشاطه هناك واقف على ريرلو مش بعيد يعني أنا مستغرب إزاي؟ مش حيبقى أسوأ مالي بالعاوة بالزبط كده يعني مع احترامي يعني أنا أحمد فتحي قيمة كبيرة محمد هاني حاجة كويسة جدا مستقبل المنتخب بس مش وقته أنا عندي دلوقتي مرحلة مهمة جدا كنت لازم 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 أحافظ على قوام المنتخب هعمل فيه تغييرات بس بيكبرها من ثلاثة لأربع العيبة بس أو مراكز إنت حضرتك مع الناس اللي بتقول في الشارع طبعا الرياضي إن الكابتن حسيم البدري جاي عشان اللي حصل معامه على بيرامتز إذا ما راح بيرامتز جمهوري الأهلي زعلان منه فهو ضم كمية كبيرة من لعابة الأهلي لا لا خالص طيب مع برضو اللي بيقوله هو استبعت لعاب بيرامتز السبعة عشان يبين العين الحمرة لبيرامتز عشان هو ميشي لا هو بس أقول لك حاجة كل نادي أو منتخب بيقبله نظام وليقبل فيه حاجة حزمة شوي موضوع بيرامتز النادي الوحيد اللي ما بعدش اللعيبة بتاعته في المعاد المعين الزمالك والأهلي بعده طب إش معنا بيرامتز يعني مع احترامي ليهم يعني ليه ليه طب أنا دلوقتي الدوري اتأجل احنا كان فيه معاد معين كنا اللعيبة هتتجمع فيه طب الدوري تلغى أو اتأجل المطشات المطشين اللي كانوا هيلعبوه فطبيعا طلب كابتن حسامي اللي الناس تيجي شمعنا بيرامتز الفرقة الوحيدة يعني هو أسأل دلوقتي أنا كمنتخب مصر ليه الأولوية عن الأندية في كل حال حتى لو بيرامتز كان عندهم معسكر معين كان هيروحوا فيه ما فيش مشكلة إيه المشكلة ما يروح هم متعاملوا معك باللوايح متعاملوش إنه هم جوا مصر لا 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 ما ينفعش ما ينفعش بصراحة يعني لا الموضوع اللوايح والحاجات دي يبقى خلاص يبقى هم يعني هم السبب لأنه لو كابتن حسام ما خدش يعني حاجة أو الجهاز الفنا مش بتكلم عن كابتن حسام أو حتى اتحاد الكور ما خدش موقف حازم من الموضوع ده ممكن بعد كده الزمالك يأخر لعبته ممكن الأهل يأخر لعبته ممكن الإسماعيل يأخر لعبته وأي نادي يأخر مع احترامي أنا القرار ده أنا معاه بالرغم القرار ده فيه أضر المنتخب أضر المنتخب بس ربا أضر المضرب نفاع فأنا شايف الاتحاد الكورة والجهاز الفني كله كان موفق في حتة استبعاد اللعيبة دي بس هي المشكلة التانية حتى أخذ لعيبة فيه يعني حتى في المطشين أنا مستغرب اللي هو لعب عبدالله الجمعة هنا تمام وكان مش وحش راح هناك لعب أيمن أشرف فأيمن أشرف هو سردباك وأنا شايف اللي هو لعب سردباك كويس جدا حتة الباك شمال احنا كنا كم يعني جربناها هنا في بطولة أفريكا اللي فاتت وأثبتت فشالها أيمن بأخر ونص الملعب بيعمل أوفر ويرجع هل أنك ماتتفق معايا أن أحسن الباك شمال في مصر ومحمد حمدي بتاع بانه ممكن ممكن بس الفترة اللي فاتت ممكن يكون كان بعيد لأن من السنة اللي فاتت لا السنة دي بيلعب السنة دي بيلعب بس أنا برضو مستقرب اللي هو ما أخدهوش واخد محمود وحيد اللي ما بيلعبش خالص هو أخده بس هما مجوش هو أخد السنة عبتوا عبرهم بس اللعبة ما جاتش هو استبعدهم في الآخر كلهم تمام تمام فيعني ممكن يكون هو عبدالله السعيد كان لهم أولوية اللي هو يلعب الفترة بس أنا يعني أنا الكابتن حسام ماتش جزر الكمر لو إحنا جينا نحلله كفنيات أنا مفعش ألعب ثلاثة يعني بطأة في خط الظهر محمود علاء أحمد حجازي بطيء أي من أشهر بطيء حتى محمد هاني بعيد عن فرمة المباريات اللي أربعة بلغة الكورة اللي أربعة أي حد كان بيروح عليهم واحد على واحد بيعدي وما فيش تخطية والأربعة أعتبر محمد هاني عشان الفرمة اللي أربعة بطأة جدا فأنا استحاله كجهاز فني أو راجل يعني عارف الإمكانات اللي عندي وعارف يعني اتفرجت على جزر الكمر وعارفتنا اللي فيه فرودة سرعة جدا ما نفعش التركيبة دي تيبقى مع بعض ممكن حد سريع مع حد بطيء حد يعني تمام التلوليفة دي كانت لازم تتعمل لأن العمل المشكلة عندنا اللي أربعة لورا أنا اللي شايفهم اللي أربعة لورا ما كانوش موفقين جدا من رغم اللي احنا بتادينا كويس جدا وصلنا بكرة الكهرباء وكرة كانت طبيعية اللي هي تقبى في الشبكة وتريزيجية عمل عليها بجد محولة كويسة جدا بس أنا شايف مشكلة عندنا مشكلة خط الدفاع واقفين على خط واحد دايما حيطة الترئيس دي عندنا وحشة جدا اللي لعيب منتخب مصر يعني كل شوية ترقص ترئيسنا بتبقى صعبة صعبة كده واحنا تعلمنا من صغرنا حتى لو واحد منبعش نفسك كده منبعش نفسك وحتى لازم يبقى فيه ضغطية كفرين شوية يعني أنا مثلا محمود علاء داخل على الكورن عجازة وراء والناحية التانية محمد هاني ضامم شوية عشان يبقى فيه كفر استاذينك معنا تليفون هلو سيد محمد خميس ايو فاندم مستاذ شانطرة مستاذ شانطرة حبيبي ربنا خليك مستاذ شانطرة ربنا خليك كابتن برحب بالكابتن من حضرتك كابتن محمد جمال نجم لأي الزمالك ونجم لأي الزمالك يعني معجب بحضرته جدا من زمان الله يخليك كابتن مستاذ محمد ما رأيك في أداء المنتخب مع البدري حتى الآن والله يا فاندم مفيش جديد مفيش جديد يعني معلش كابتن حسام البدري أولا مباريتين رسميتين جاد منهم لطيتين دي حاجة مش واشة فاندم بس أنا بتكلم على أداء المنتخب بس في حاجة هكلم حضرتك عنها إن محمد صلاح في الفترة اللي فاتت كلها هو نجم المنتخب فانت الحد الآن من غير محمد صلاح هتعم بإيه ده اللي رسم يوصل للعيد كلنا نجوم محمد صلاح موجود إحنا جنبه محمد صلاح مش موجود إنت كمدرب عليك إيجاد البديل إنت كمدرب عليك إيجاد البديل ده اللي المفروض كابتن حسام البدري يلعب عليه محمد صلاح لو كان موجود في المباريتين أكيد حضرتك حتقول إنه هو هيفرق معاني أنا معاك في دي بس محمد صلاح مش موجود أجرب على فكرة فاندم تريسيجي في حتة في الحتة بتاعت محمد صلاح في أسطن فيلا بيقدي فيها بروعة غير عادية لعب فيها مطشين مطشو محمد صلاح والنطش اللي بعدي محمد صلاح وبالنسبة لإحجازي إحجازي لازم يتوهي محمود علاء حضرتك بتتكلم إنه يبيع نفسه الإنسجام فاندم محمود علاء في الزمالي غير المنتخب لسه مفيش إنسجام نصبر حكام تنحسام البدي بس رازم نطوق نشوف مصالح مش موجود من اللي موجود أنا بكلم حضرتك لأننا يعني الكومنتات اللي كانت مع حضرتك أنا متابعة حضرتك أنا فكرة كل أسبوع يعني ومعجب ببرنامج حضرتك بدا الكومنتات بتقول إحنا إحنا أغاضي على ني فرح للمنتخب الولون في النهاردة منتخب أدى الروح كمنتخب مصر بتتغلب على حاجات كتير إحنا حطة الروح عن المنتخب المصر حتى مع كبت الحسن شحات كلنا بنواجه إحنا واجهنا إلتاليا كفضة بكسف سعنا وعملنا فيها إيه كابتان محمد حمود فدف وما تنساش روح فيه روحة فان رأيك رأيك يحترم مصر محمد وواضح أن أنت راجل مصقف وقروي وعلى واعي وعلى درجة كبيرة طبعاً اللي يظهر اللي ديك وقت البرنامج هنشكورك شكراً جزينا عشان ندي فرصة للمداخلات الأخرى شكراً جزينا حبيب كابتان محمد وقال إن هو غير راضي على النتائج ولكن على البعض اللي هو يتحدث بعقلانية ويساند الجهاز والمنتخب وأخيراً قال قعد الجميع بالتأهل لنهايات كأس الأمة الأفريقية في نهاية المشوار رأيك واحدة واحدة طبعاً كابتان عنده هو طبعاً ما تيش حد في مصر راضي عن الأداء ولا النتائج فده طبيعاً اللي هو كمان الجهاز مش هيكون راضي مش هيطلع يقول أنا راضي بالنقطتين اللي أنا خدتهم من فرقتين ضعف الحتة التانية بيوعد طبيعي اللي أنت توصل بطولة أمم أفريقيا البطولة اللي قابليها أنت وصل للنهائي فالطبيعي يعني مبدئياً اللي أنت توصل دي أقل حاجة ممكن جاهز في أن يعملها فأه أنا شايف الكابتان ممكن يكون كابتان حسام تظلم شوية في حتة اللعيبة مصابة لعبة موقوفة لعبة في منتخب الأولمبي بالأخص يعني مصطفى محمد ورمضان صبحي لهم دور كبير لهم دور كبير أحمد الفتوح هاي أحمد الفتوح برضو شايفه كويس بس أنا برضو شايف اللي عبدالله جمعة بيقدي بشكل كويس وهيكون خبرته أعلى شوية لأنه يعني مشكلة أبو الفتوح اللي هو مش بيدافع كويس المنتخب لا مع احترامي بس برضو كنا في الأول بنقول الكلام ده بس عبدالله أثبت في الزمالك ولعب بطولة أفريقيا كون الفتوح بره وجوه كان مميز جداً عليك سريعاً عايز أخذك لموضوع الزمالك فيه هناك حرب شرسة على الزمالك في السوشيال ميديا يعني يقول لك فرجاني جاي لو عقد من الإمارات مصطفى محمد عايز يعدل عقده محمود علاء أهل جده بيفوضه انت شايف روضا ده ده طبيع لأن اللي بيلعب في الزمالك والأهلي لازم الستبط لازم يقب عليهم على طول ولعب زي فرجاني ساس انت بتقول لعب كبير ولعب منتخب تونس والطبيعي اللي هو يجيله العروض كتيرة جداً هو محمود علاء ومصطفى محمد طبعاً البطولة اللي عملها ده ما شاء الله عليه ربنا يحميه إن شاء الله فطبيعي جداً اللي يجيله معروض هو يعني المشكلة في دارة النادي والجهاز الفني هو عرض وطلب أنا محتاج فرجاني ولا مش محتاجه محتاج محمود ولا في بديل ليه ولا لأ مصطفى محمد طب لو طلع أنا شايف مصطفى يعني أنا شايف محمود علاء ليه بديل فرجاني ممكن يعني لو جاب حد مميز بس مصطفى محمد محترامي للجميع ما فيش فريضة في مصر انت عشان تجيب يعني مهاجم سوبر دلوقتي عاوز تجيب تروح بقى تدور في أوروبا على حاجة جامدة جداً تدفع ملايين الدولارات عشان تجيب حاجة يبقى مميز انت مش هجيب حد في الزمالك والأهلي عشان تلسة تجربوا سريعاً فيما يخص الأهلي إصابات تضرب وسط ملعب الأهلي حمدي فتحي الغضروف بنقول له ألف سلامة النهاردة أجائيه في التدريب بيصاب قال يو ديانج بيصاب مع منتخب مالك كاسعان في كاس الأم أفكالي الشباب هل توقف الدوري؟ أفادي النادي الأهلي بعد كمية الإصابات اللي بتحصل دي ممكن أكيد هيفيد الناس كتير جدا لأن لو كانوا بيلعبوا يعني الماتشات وراء بعض كان الناس دي فرقت معاهم حمدي موضوعه بسيط إن شاء الله هو شهر ونص كبير وينزل لأن الهضروف ما بيعودش كتير وزادت لو عامل المنظار أجائيه ممكن يفرق معاهم كتير أجائيه أنا تعلق جدا وهو النمر واحد دلوقتي وبعدين عنده حلول كويسة جدا وبيعرف يجيب جون وأنا من أول ما جيه على فكرة كان مميز جدا والسنة اللي فاتت اللي هو ملعبهاش كلها فرق كتير مع الأهلي والأهلي خسر بطلاق كتير جدا عشان ما كانش عنده حد قدام مميز بيجيب جوان شاف يعني توقف الدوري ده فاد عنديك كتير بس أدرب المنتخب الأول آخر سؤال توقعاتك الاتحاد سكندر إن شاء الله قادر يعبر مواجهة المحركة البحريني في العودة الماتش الزاب 2-0 هنا إن شاء الله الكابتن طلعت يوسف برضو مدرد كبير وتشرف اللي أنا اتمرنت معاه قبل كده في بلدية المحلة وعملنا موسم أكتر من رائع وكنا بالنافس وكنا الحسان الأسود مدرد كبير مدرد له خبرة بيدي روح عالية جدا لأي فريق يمسكه الاتحاد اسم كبير جدا وأتمنى إن شاء الله هو والإسماعيلي كمان بإذن الله اللي هم يعدوا دور التمانية إن شاء الله دور التمانية بإذن الله والشرفونا زي ما الزمالك والأهلي كده عدة بطولة الدور الأبطال إن شاء الله يبقى عندنا كده وبرضو المصري والبيراميت يقدرهم لحين يعني نتشرف بيهم ست أمدية في الدوري المصري يوصلوا للأدوار كابتن محمد شرفتنا ونورتنا ومساق الشنطرة عليك ودايما منور كده ومليون مبروك لك ولينا والشعب المصري كله تأهول المنتخب الأوليمبي رب أنا خليكو ببارك مباركة خاصة للحبيبي ويعني بابايا في الكورة أو أبويا في الكورة كابتن شاء الله غريب لأن في ناس كتير قوي يعني كانوا مش مبسوطين وهجموا قبل البطولة وحتى بعد المطش الأولين بتعمالي وهنا أنا جيت هنا بعد المطش وقلت نشكرة شكرا مزيلا يا رب تكون حلقة خفيفة وتكونوا اتبسطوا معنا من يوم مبروك للمنتخب الأولومبي لازم ومهم وضروري تنتظروا الحلقة الجاية السلساء القادم 12 مساء من الكورة مع الشنطوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر